يسوع قال إلهي إلهي لماذا تركتني مش ده دليل على وجود إله غير يسوع السيدة المسأل المجد لما على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني عشان خاطر يعرفنا أن ألامه ألام حقيقية ألامه ألام حقيقية بيتألم وفي نفس الوقت هو مات بالجسد مات بالجسد نحن نصل كل يوم في الأجبية وقت الساعة التاسعة وليما انزق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة السيدة المسائل أو المجد هو كلمة الله المتجسد كلمة الله تعمل أعمال الله ومتجسد يعمل أعمال الإنسان مخال الخطية وحده وعلى الصليب لم ينفصل كلمة الله متحدة بالجسد الإنساني ولكن كلمة الله لا تموت فالجسد الإنساني هو اللي مات على الصليب عشان كده على الصليب انفصلت النفس البشرية متحدة باللهوت وطركت الجسد الإنساني متحدة باللهوت عشان ييجي في اليوم التالت النفس البشرية المتحدة باللهوت تتحد بنفس الجسد المتحدة باللهوت اللهوت لم ينفصل قط اللي هو كلمة الله لا من نفسه البشرية ولا من جسده الإنساني فهنا بيتكلم بيقول يا اللهي إلهي ماذا تركتني عشان يعرفنا أن ألام وألام حقيقية وفي نفس الوقت هو ماد بالجسد وأنا قلت قبل كده أن سيد المسيح والمجد هو الوحيد في الكون كله الذي يحمل الطبيعة الإلهية ويحمل الطبيعة البشرية يعني كلمة الله أخذت جسد إنساني الطبيعة الإلهية وكلمة الله لم تنفصل قطى عن الله والطبيعة البشرية التي نتحد فيها على المزبح في سر التناول فنحن نتحد به في سر التناول هو متحد بالله هو يوصلنا لله عشان حاجة تبقى عارفينها الشيطان في الأصل كان ملاك وصأت بقوة ملاك فلما الإنسان بيموت وروحه بتسيب جسده إن ما كانش هذا الإنسان متحد بالمسيح في سر التناول الشيطان بيختفى على كهنم فعشان خاطر كده هو احنا متحد بالمسيح نتحد بجسد المسيح بالجسد والدم هو متحد بالله فيوصلنا لله عشان خاطر كده وينجينا وينجينا عشان خاطر كده كتاب كده بيعلمنا إلا بتقولوا جاسده بلصد شاب دم وليست لكم حياة وصلوا الأبانا الذي في السماوات دايما نقول خبزانا كفافانا والأجبية وصلوات الاجتماع بنقول خبزانا الذي للغد الفرق هو الحقيقة الفرق في الترجمة الترجمة لأن اللغة العربية فيها ممكن مثلا كلمة مبتهج مصرور فرحان كلها بمعنى واحد فالمشكلة أن اللغة العربية ممكن تكون كلمة في اللغة اليونانية ولها كذا معنى باللغة العربية هي بناخد خبزانا الكفاف صح خبزانا كفافانا يعطينا اليوم خبز الكفاف يعني عاوزين يعني هو دايما كده الإنسان بيطلب أن الله يعطيه الخبز الكفاف عشان خاطر هو اللي بيعطي الخير الله يعطي الخيرات اللي زينا يسألونه وفي نفس الوقت فيه ترجمة تلك خبزانا لازل الحياة وفرج الخبزانا لازل الغد إنما كلها بمعنى واحد أن الله بيعطي الخير للي زينا يسألونه فأنت بتطلب الخير من الله والرب بيعطيك